هكذا جمعتهم المسالح فوضع خلافاتهما جانبا ولو الى حين فالتركة اردوغان تسعى الى جلب استثمارات سعودية لتحريك عجلة الاقتصاد ولتصفير مشاكل الخارج كما تقول للتفرغ لتحديات الداخل استعدادا لمعركة انتخابية حاسمة منتصف العام المقبل فيما يبحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن تحالف اقليمي بمشاركة تركية يعزز موقعه على الصعيدين الداخلي والخارجي بداية يجب الاعتراف بان اقتصاد تركيا يعيش اسوأ حالته ويمر بمراحل حرجات جدا وبالتالي فان تركيا بحاجة الى السيولة والاستثمارات السعودية بشكل عاجل في المقابل الرياضية الاخرى بحاجة الى خبرات تركيا في مجالات الدفاع والصناعة العسكرية تنازل انقرة في جريمة قتل خاشقجي التي تسببت في ازمة ديبلوماسية بين البلدين يفتح الباب امام تطبيع العلاقات بعد اربع سنوات من الفطور والحملات الاعلامية المتبادلة فحفاوة الاستقبال هذه تظهر مدى حاجة الطرفين للعودة الى حقبة ما قبل ازمة خاشقجي ولا سيما ان الطرفين بحاجة الى بعضهما في ظل التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة تركيا والسعودية عاشت فترة عصيبة من العلاقات على خلفية مقتل خاشقجي واعتقدوا ان الظروف الحالية اجبرت البلدين على ضبط الايقاع والتكارب من جديد بهدف التنسيك والتعاون في عدة مجالات وفي توقيت زيارة محمد بن سلمان الى تركيا وجولته الاقليمية رسائل سياسية يقول البعض انها تظهر حاجة المنطقة الى تشكيل تحالف اقليمي للتغلب على التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية التطبيع الكامل تحت هذا العنوان العريض تأتي زيارة ولي العهد السعودي الى انقرة لبدء حقبة جديدة من العلاقات مبنية على التعاون في مختلف المجالات مع تشديد الطرفين على طي صفحة توتر استمرت سنوات محمود واسق استنبول الميادين